اشتركوا في القناة 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 ملعقة صغيرة واكيد في الصين من الثوم المفروم وقلبوهم كده تمام مع بعض الان شوفوا النكهات كل الان بالمقلة ايش بضيف بضيف الملح وبضيف شوية من الماء حاجة بسيطة من الماء عشان اخذ كل النكهات الموجودة اللي تجمعت بالمقلة فقط حاجة بسيطة يعني حق ملعقة كبيرة ماء نحنا منشتيش فيها سوس يكون الكوشنة لا نشتيها ناشفة الان بضيف الفلفل الرومي وده فيه فلفل الرومي الوان يكون يعني احسن بس اني هذا المتوفر معي فلفل الرومي اللي هو الاخضار البيبر وده معكم اصفار احمر حطوا يطلع حلو بالطعم والمنظر كمان ده اقلبوه بس انتبهوا شوفوا الفلفل الرومي يعني يدبل نحنا منشتيش يدبل بغطي عليه بس كده دقيقتين تلات دقائق عشان نتأكد من سوى الدقائق وخلاص يعني النكهات كلية تتجانس خلاص الان غطيته عليه كده حق تلات دقائق وفتحت عليه كده حسيته تمام ناشف خلاص الان الحشوة عندنا جاهزة الان لازم تبرد تماما عشان نبدأ نحشيها بالعقينة اللي عملناها بتكون العقينة عندنا قد تخمرت شوفوا ما شاء الله على بال عملت الحشوة تكون العقينة قد تخمرت معايا واذا تقو بارد اكيد بتطول شوية الان قصموا العقينة بالحجم اللي انتم تحبوها اني اول قصمته صغار بس طلع ما عنديش وقت ورجعت خليته رجعت اقصمه يعني الان اني كم قصمته قصمته تمانية بعد ما كورته رجعت كورته الى طبعا خلتهم كبار كورته الى خمس كرات يعني شوفوا من تمان كرات الى خمسة بس انتم عادي تقدروا تعملوها صغار وتعملوها تمان كرات يعني العقينة بتقلكم مع الحشوة صدر دقاقة بتقلكم يعني تمام تمان كرات واذا بتعملوها كبار بتقلكم خمسة خمس كرات تمام يعني زي سندوتشات كل واحد يعني حق خمسة شخص كل واحد ياخد سندوتش واحد فهمتو زي كيف والان ببدأ افروده بشكل طولي لازم تفردوها بشكل مستطيل بس انتم تقدروا تشكلوها زي الشكل اللي تحبونا لكن الفطيرة الايطالية او الفطيرة الايطالية زي كده اني تعلمت مني اشكلها فقلت انزلي لانه وصفة قديمة جدا طبعا السماكة تكون لا هي رفيعة كتير ولا هي سميكة تخلوها وسط والان ببدأ اضيف الحشوة بعد ما بردت تماما لازم تكون الحشوة باردة هنا اضفت الحشوة والان اش بعمل بعمل زي الشقوق كده يعني تمام شقوق بحيط انه يطلع لي بعدين زي الفتحات وهنا اضفت اني قبن سلايس او قبن شرايح تقدروا تضوفوا اي نوع قبنة زي ما تحبوه بس القبن الشرايح الشيدر اطعم معه يعني مع الكوشناء او مع الحشوة هادي اطعم والد القبنة الشيدر اني اتفضل لكم تستخدموا شيدر او ممكن مرزر الله زي ما تحبوه يعني بعد كده قطع الاطراف عشان تلتسق انتم لما تقطعوا العقينة خلاص تتلصق ما فيش داعي تضغطوها وحاولوا انكم تشلوه دلدل على الصينية يعني شوية بهدوء عشان ما تتمططش معاكم او يتغير شكله الان بعملكم كمان واحدة ثانية شوفوا حطت الحشوة بعد كده احط كمان القبنة السلايس الشرايح هادي شوفوا اني قربته بالمورزر الله ما عقبتنيش وقربته بالقبنة البيضة يعني قبن ابيض مبشور وقربته بالقبنة الشرايح الابيض كمان العادية كمان ما عقبتنيش افضل شي قلت لكم الشيدر خاص وعمل لي شقوق وابدأ بس كده يعني اعدله وقطعه بالقطاعة او اي سكين معاكم وخلاص هي تلتسق طبعا طبعا بقول لكم النقاط لكم تقدروا تشكلوها اي تشكيل عادي مناسب لكم او سهل ممكن هذا يعني شوفوا انه صعب بس هو اسهل حاجة وشكله منظره وبعدين اطلع جدا حلو يفتح النفس هادي الوصفات تعلمت من منتدى عالم حواء زمان وكنا ندور دايما وصفات وكنت اعمل له الضيوف ايش كانوا يتقننوا عليها مستحيل شوفوا احد يضوقي مطلبش الطريقة طعمه مميز غير اي حشوة غير اي كده مفطاير صدقوني الزنقبيل فيها ظاهر طعمه لديد يفتح النفس لانه اهم مكون فيه بس زنقبيل وبس والله هنا كده تقفلوها حاولت اني قرب لكم عشان تشوفوا كيف طبعا هادي قلت فطاير عندهم يالله يرحمي اخر مرة عملت واني ببيت اهلي قبل ما تزوج والان عملت لكم عشان تتقربوها وتعملوها الان خلص خلصتهم الان خليط التلميع ايش باستخدم 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 بيضة مع شوية نسكفة وحليب سائل طبعا اني ما عنديش نسكفة ليقي خالي عندي نسكفة ليقي يعني مع الحليب حقه فاضفته من غير حليب وخلطته تمام وعندي هنا سمسم انتم قلبوه نسكفة مع حليب دوبونه بحليب بعدين ضفونه للبيضة تمام واخر شي من رشة بالسمسم اذا ممكن تعملوه عندكم سمسم عادي او سمسم محمص زي ما تحبوه ممكن تضوفوه حبة البركة بس هي قلتوكم بحزافيرة بس في بس سمسم طبعا اني ما فضلش ابدا اني ادهن بيض في المعقنات دايما ادهن حليب اذا انتم تشت ادهنوا حليب ما تحبوش البيض ادهنوا حليب لكن هذه الوصفة حلاوتة بالصراحة بالبيض انا دايما يعني ما شقعش للبيض للدهن لكن هذه الوصفة الوحيدة اللي استخدم ليه البيض للدهن لان طعمه يطلع لذيذ لذيذ اني اشتكم تقربوها نفس الطريقة مش تعملوه حليب الا اللي في بوت حسوس من البيض خلاص هنا رشيت عليه السمسم والان بدخله يكون عندي فرن قد سخنته من قبل فرن يعني على حرارة 200 ياخد مني على حرارة 200 من المدة 20 دقيقة اول ما يحمر من تحت اني ما اضطرتش اني يفتح له من فوق لانه من غير ما افتح له من فوق هو حمر بقول لكم ياها من غير ما افتح من فوق اني ما شغلتش حتى ارويكم اني اني هنا ما شغلت لاش من فوق وما شاء الله المعجنات اخدت تحمير حلو ناسبني خلاص طلعته واول ما طلعه شوفوا اول منتخرجوا اي معجنات اي معجنات اما انكم تبخوه الناع ماء وتغطوه الناع باي فوضة ما شوفوه كيف التحمير من تحت وفوق ممتاز مفتاز ويفتح النفس او انكم تقبوه سليكون وتغطوها او انكم تبخوها بالماء او فوضة ما بلولة ماء خمس دقائق بس عشان الوقه حقا يطرى شوفوه ما شاء الله كيف الوقه طريق الام بدأ قطعه وعمل لي كوباية شاهي او عصير زي ما تحبوه تنفعكم تعملوها للعشاء عندكم عزومة كده عصرية يعني روعة حتى تنفع للغداء سندوتشات كتغيير يعني لذيذة كده قنبي بطاطس تقلوه وهي كده سندوتشات رهيبة وطعمه مميز وغير اي كده حشوات تانية صح انه دقائق بس وبصل وثومه ده لكن الزنقبيل قلت لكم اللي الطعم الزنقبيل النكهات هي اللي تحليها كمان العقينة العقينة كانت حلوة هشة يعني المعقنات حسوها خفيفة وهشة وما فيها شوفوه العقينة ما فيهاش زبادي بس فيها كمية بسيطة من الحليب والخل اضافة الخل اني من عندي ليش اضيف الخل الخل يخلي العقينة بيضاء يخليها من لوني ابيض الخل عرفتو ولا فيها بكنجباودة للعقينة ابدا فيها بس خميرة وصدقوني لذيذة جدا 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 ان شاء الله تقربوها وتقولوا لي رأيكم فيبي ولا تنسوش اضافة الزنقبيل انه لازم يكون زيادة بالعافية ليولوكم ادعجبكم الفيديو لا تنسو الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم